في هذا القسم عاوز أتكلم عن موضوع كتير كتير مهم يعتبر لب العقيدة المسيحية وجوهر الإيمان المسيحي بحيث أنه كان لازم المسيح يأتي ويولد من عذراء عاوز أتكلم عن الميلاد العذراوي طبعا في مواعيد كثيرة وفي نبوات عديدة في العهد القديم اللي تنبأت عن مجيء يسوع المسيح فعلا ابن إبراهيم إصحاق ويعقوب من صبت يهوذة من عائلة يسا من عائلة أو من بيت داود رح يولد في بيت لحم رح يكون المخلص رح يكون المسيح وهكذا نبوات عديدة لا حصرة لها ففكر الميلاد العذراوي لم يكن شيء مفاجئ أو لم يكن شيء غير متعارف عليه فاللي كان يدرس النبوات من اليهود قديما كان يدرك أنه دخول المسيح إلى العالم رح يكون دخول معجزة وهذا ما فعلا الرب صنع عندما جاء المسيح إلى العالم يقول يحنى عن يسوع في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كمل وحيد من الآب مملوء نعمة وحق فإذن هذه تسمى معجزة التجسد وكل المعجزات ما بعد التجسد يعتبر شيء طبيعي تلقائي من حضور ووجود وقدرة يسوع المسيح كون أنه الله يتخذ جسد في ملء الزمان هذا شيء عظيم جدا لو قلنا أنه المسيح إنسان وإحنا جعلنا منه إله لكان هذا كفر وجحود إذا الله أراد أنه يتواصل مع الإنسان لأنه الإنسان عجز أنه يصل لأله فالله اختار أنه يتخذ جسد بدون ما يخسر بدون ما يفقد اللهوت إنها معجزة عظيمة لكن الشيء الأهم إنه يتجسد ويولد في مذود في بيت لحم إنها معجزة يعيش في بلدة بسيطة سمعتها مش حلوة الناصرة هذا الشيء يبهر ويذهلني أحبائي فإذن الميلاد العذراوي لم يكن صدفة من أول التاريخ عندما أخطأ آدم وحواء الله وعد بمجيء الفادي بمجيء المخلص والطريقة والوسيلة عن طريق المرأة قال في سفر التكوين إصحاح 3 آية 15 سيأتي طبعا بيتكلم مستقبلا سيأتي من نسل المرأة الذي سيسحق رأس الحية ولاحظوا في سلسلة الأنساب أنساب يسوع المسيح إنه في إصحاح 5 تكوين 5 تكوين 11 سفر الأخبار الأيام الأول والتاني عزرق ونحمية كل هذه السجلات والأسماء القديمة كلها بتمشي بتسلسل للأحداث لكن الجدير بالذكر إنه سلسلة هذه الأنساب دايما بتعود للرجل مش للمرأة فإذا كان فيه إدراك كان فيه وعي كان فيه تطلعات للمستقبل إنه رح ييجي المخلص رح يكون من نسل المرأة بدون رجل وفعلا في طبعا في التاريخ في أيام الشعياء النبي تنبأ بالتحديد بالتفصيل بالتطقيق أكثر عن هوية يسوع المسيح عندما تكلم مع الملك أحاز الملك أحاز كان ملك يهوذة لكن للأسف كان ملك شرير كان عم بواجه موقف صعب جدا معركة وحرب اللي كان فيه تحالف بين سوريا وبين مملكة إسرائيل يعني المقصود المملكة الشمالية العشر أصباط ضد مملكة يهوذة أحاز بدل ما إنه يرجع للرب ويتوب ويعترف ويطلب معونة الرب كان بعيد عن الله فالرب أرسل النبي شعياء حتى يشجعه حتى يطمنه لأنه كان فيه مخاوف إذا صار هذا الحلف واقتلفوا وأنه أجوا على أورشاليم بالطبع رح يتخلصوا من الناس الملوكي فإشعياء الذي يدرك طبعا الكتاب المقدس والفكر الإلهي والمخطط الإلهي شجع هذا الملك الشرير الملك أحاز وقال له أطلب آية قال له مش رح أجرب الرب فقال له اسمع السيد نفسه يعطيكم آية هالعذراء تحبل وتلدوا ابنا وتدعوا اسمه عم نئيل طبعا البعض بيتساءل طبش معنا إشعية بيكلم الملك أحاز عن شيء مستقبلي والحاجة الماسة هو في الحاضر أنه عم بيواجه معركة عم بيواجه إبادة عم بيواجه قتل النبي أحبائي دايما عنده تطلع مستقبلي ولكن الفكرة من وراء الموضوع أحاز كان بيدرك أنه بوات وكان بيدرك بيدرك سلسلة الأنساب أنه الله وعد داود أنه رح يجلس على كرسي لمجيء المسيح وكما قال حتى الملاك في بشارته من بيت داود ويجلس على كرسي داود أبيه ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد فإذن استحالي أنه هذا النسل الملوكي ينتهي فكأنه الشعياء بيشجع هذا الملك الشرير بقول له ما تخافش يعني هذا النسل مش رايح ينتهي لأنه الله اللي وعد أنه يتمم هذه النبوة والله اللي وعد أنه يتمم هذه المشيئة فبقول له في يوم من الأيام رح يجي من كرسي داود من نسل داود من ذرية داود من أصل داود ابن داود المخلص يسوع المسيح اللي رح يكمل هذا الكرسي إلى الأبد كما تمم النبوة هذه النبوة تشجيع للملك أحاز في الحاضر حتى يتشجع أنه لا يفقد النسل الملوكي ومنشوف هذا في سلسلة أنساب المسيح في إنجيل متى الإصحاح الأول لكن في شيء أهم في موضوع ولادة يسوع المسيح دايما في علامة سميه في آية وهي الآية مهمة جدا شو هي الآية هالعذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عم نقيل البعض ظن أنه النبي الشعية أنه لما دخل على النبي زوجته في صحاح تمانية ولد ولد في اسم يعني طويل عريض لكن مش هذه اللي التتم مش هذا اللي كان مكتوب أو بحسب ما كان مدرك من النبوات بالنسبة لليهود فإذن مع أنه بيكلم الملك أحاز بالحاضر بيشجعه بقول له ما تخافش ما تقلقش مش راح ينقطع نسل داود الملك راح يضلوا ييجي إلى مجيء المسيح والمسيح لما بييجي راح يملك إلى الأبد وهذا كان تشجيع مهم طبعا للملك أحاز أنه هالعذراء تحبل تلد ابن وهذا الابن مكتوب اسمه عم نقيل في إنجيل متى الصحاح الأول مكتوب الذي تفسيره الله معنا اشتركوا في القناة